على الرغم من أن الجيل الجديد من بني إسرائيل امتثل لأمر الله في محاربة العمالقة وتحرير الأرض إلا أن تحقيقهم المتأخر لهذا الشرط لم يحقق الوعد الذي أعطاهم الله بمنحهم الأرض المقدسة لذلك لم يكتب الله لهم فلسطين بل قال الله تعالى بعد تنفيذهم الأمر على يد يوشع بن نون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها أي أنها ليست ملكا لهم ولو أراد الله أن يمنحهم إياها لقال كتبنا كما جاء في الآية من سورة المائدة إضافة إلى ذلك ذكر مشارق الأرض ومغاربها في الآية وليس الأراضي المقدسة وحتى هذا الجيل الجديد من بني إسرائيل قد عصى الله وخالف أمره فقد أمرهم الله عند تحرير بيت المقدس أن يدخلوا المدينة راكعين متأطئي رؤوسهم شكرا لله على نعمة الفتح وأن يقولوا عند دخولهم حطة أي طلبوا الغفران وحطة عن الخطايا إلا أنهم خالفوا أمر الله ودخلوا المدينة يزحفون على مؤخراتهم وقالوا حنطة أي حبة في شعره وعد ذلك حكمهم ابن كالب بن يوفنا حكمهم بالعدل لمدة أربعين سنة ولكن بعد وفاته عاش بن إسرائيل بجوار الأرض المقدسة يعبدون الأوثان بدلا من الله ولم يكونوا يحكمون أرضهم بل كانوا تحت حكم أصحاب الأرض وظل الله يبعث لهم الأنبياء لتجديد ما نسوا من التوراة لكنهم استمروا يعصون الله ويقتلون أنبياءه حتى لقبوا بقتلة أنبياء الله كانت الفوضى والنكبات والخلافات والانحلال الأخلاقي والديني تجتاحهم ودب فيهم الضعف وفشت فيهم المعاصي والمنكرات وصلت الله عليهم ملوكا جبارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم وأعداء من الأمم القريبة منهم لغزوهم في إحدى الحروب مات ملكهم فبقي بن إسرائيل كالغنم بلا راع كانوا يتباركون في الحروب بتابوت الميثاق الذي يحتوي على بقايا مما تركه موسى وهارون وينتصرون ببركة التابوت وبما جعل الله فيه من السكينة لكنهم أضاعوا تابوت الميثاق في حرب نشبت بينهم وبين العمالقة الذين كانوا من سكان الأرض المقدسة في تلك الحرب سلب العمالقة التابوت مما أشعرهم بالاستياء والذل فعادوا إلى رشدهم وتوجهوا إلى الله بالدعاء للمساعدة فأرسل الله لهم نبيه شمويل لينقذهم من الضلال ويساعدهم في استرداد التابوت المفقود على الرغم من طلبهم المساعدة من الله تصرف بني إسرائيل بغطرسة عندما طلب منهم القتال لاستعادة التابوت تراجع الكثير منهم ورفضوا القتال خوفا على أنفسهم ومن جهة أخرى قبل البعض القتال لكنهم عاندوا الله بالجدال فقد اختار الله لهم طالوت ليكون ملكا لهم ولكنهم رفضوا قائلين كيف يكون له الكو علينا ونحن أحق بالك منه رفضوا طالوت لأنه لم يكن من صبت الملك ولا من صبت النبوة كما قالوا إنه فقير فرد عليهم شمويل قائلا إن الله اصطفاه وزاده علما وجسما فوافقوا في النهاية فترة داود عليه السلام كان داود عليه السلام ينتمي إلى جيش طالوت وشارك معه في القتال ضد جالوت وقد قل داود جالوت مما جعله حديث القوم وزوج طالوت ابنته لداود وجعله موضع نصحه وسره ومع ذلك لم يدم الود بين طالوت وداود فقد تغير طالوت على داود فجأة وعلم داود أن السبب هو خشية طالوت على ملكه من نفوذ داود إذ كان داود محبوبا من قبل بني إسرائيل وكانت كلمته مسموعة خاصة وأنه كان ينتقل من نصر إلى نصر في صالحهم علم داود أيضا أن طالوت يرغب في التخلص منه والقضاء عليه ولكن في النهاية توفي طالوت قبل ذلك عكم نبي الله داود مملكة بني إسرائيل بعد وفاة طالوت وقد بايعه بني إسرائيل فآتاه الله الملك والنبوة وجعله رسولا إلى بني إسرائيل يحكم بالتورا وأنزل عليه الزبور كأحد الكتب السماوية بعد أن حكم داود عليه السلام بني إسرائيل لمدة أربعين عاما توفي وأوصى بالملك لابنه سليمان عليه السلام تولى سليمان الحكم وهو في الثانية عشر من عمره وآتاه الله الحكمة والفطنة وحسن السياسة سخر الله له الجنود من الجن والإنس والطير وكانوا يجتمعون بأمره ويطيعونه حكم سليمان بني إسرائيل لمدة أربعين سنة ثم توفاه الله في عام تسعمائة قبل الميلاد في عام خمسمائة وسبعة وتسعين قبل الميلاد دخل نبوخذ نصر ملك بابل الأرض المقدسة وشرد اليهود وسوى بيت المقدس وظهر اسم هيكل سليمان لأول مرة في ذلك الوقت حيث ادعى اليهود أن نبي الله سليمان بنى لهم معبدا ولكن لم يذكر هيكل سليمان في القرآن الكريم بل أشار القرآن إلى قصر سليمان فقط زعم اليهود أن نبوخذ نصر هدم المعبد تماما وادعوا أن بيت المقدس بني على الهيكل المزعوم وبعد أن شردهم نبوخذ نصر بنى الفلسطينيون المسجد الأقصى الفلسطينيون هم من سكنوا فلسطين منذ آلاف السنين أي قبل دخول بني إسرائيل مع يوشع بن نون تاريخيا يعتبر الفلسطينيون أو الكنعانيون أقدم وأول من سكن فلسطين وفي عام خمسمائة وثلاثين قبل الميلاد قضى ملك الفرس كورش على مملكة نبوخذ نصر التي تشمل بابل والأرض المقدسة بدأ اليهود بالعودة إلى الأراضي المقدسة لكنهم ظلوا أقلية وسكنوا البادية ولم يكونوا حكاما للمنطقة أو أسيادا واستمر الوضع على هذا الحال حيث كانت المنطقة هدفا لكل ملك يأتي بجيشه ليستولي عليها استولى عليها الإسكندر الأكبر ثم البطالسة المصريون وبعدهم السلوقيون السوريون وظلت هكذا لمدة تزيد عن أربعمائة سنة خلال تلك الفترة حاول بني إسرائيل إقامة دولة لهم على الأرض المقدسة ولكن الدول التي أقاموها لم تصمد أكثر من ثمانين عاما مما جعلهم يؤمنون بلعنة العقد الثامن ترجمة نانسي قنقر